النادي الاهلي هيعلن عن صفقة وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني الدنماركي غدا الخميس ان شاء الله بشكل رسمي اللاعب عشان تطمينه يعني جمهور النادي الاهلي اكتاز كل الفحوصات الطبية واللاعب سليم 100% كل حاجة طلعت سليم بما فيها الاشاعات والحاجات اللي اتعاملت على القلب عشان كان فيه شكوك لممكن يكون بقى عنده مشكلة في القلب نفس الامر على العظام بقى والعضلات وكل الكلام العظيم ده وتالاهلي عمله طيب النادي الاهلي دي مفاجأة حلوة مفاجأة حلوة هتشوفها بكرة في الاعلان الرسمي عن صفقة وسام ابو علي تعرفين الاهلي مؤخرا وكل الانداءة الكبيرة في مصر بقت تعمل فيديو بيقدموا به اللاعب الجديد الفيديو اللي اتعامل بعد جلسة تصوير لللاعب فيه ملعب التيتش هيبقى فيه افكار في الفيديو مش هقول لك الفكرة ايه بالزبط بس هقول لك الحاجة الحلوة او اللي عجبتني اوش هيبقى فيه افكار فيها دعم للقضية الفلسطينية ومناسبة ان هو راجل مهاجم فلسطيني فهيبقى فيه فرصة ان النادي الاهلي يدعم القضية الفلسطينية من خلال وسام ابو علي في الفيديو اللي هيتم تقديم فيه اللاعب ليه جمهور النادي الاهلي غدا ان شاء الله وسام ابو علي هيسافر الى بلاده لمدة اربع ايام يخلص بعض الامور وبعد كده هيرجع للنادي الاهلي وينتظم مع النادي الاهلي اشتركوا في القناة